الحقيقة حاجة غريبة جدا وانا سعيد جدا بالشكل اللي انا شفته وسعيد جدا بظهور حمدي فتحي انا لحيا ما كنتش عارف اللي انا عارفه ان انا كان حمدي هياخد يومين او ثلاث تياب وينزل بعد مباراة اسوار ولكن فجئنا النهاردة الحقيقة بوجود حمدي فتحي في المرعة ايه الجمال ده فجأة كده لقينا حمدي فتحي موجود حمدي فتحي ايه حمدي فتحي اللي كان بيتجاوز مبالح بالمناسبة اهو امام حضراتكم ده كان لابس بدلة وكانت كل معظم هؤلاء اللي كانوا موجودين او كلهم كانوا موجودين في فرحه وهم بيهزروا معاه ايمن اشرف وعلي ومحمود وربيعة وكل الناس بتهزر معاه لان المفروض هو دلوقتي قاعد في مكان على البحر وقاعد بيتفسح ومبسوط وشهر عاسة بقى لكن هو الحقيقة من الواضح انه كان هناك اتفاق على انه يتم الحافة المبارح والنهاردة يكون متواجد في التمرين فالحقيقة كانت مفاجأة للجميع وجود حمدي فتحي في تمرين اليوم بس حضراتكم تبقوا عارفين قد ايه الناس مركزة في المباريات والناس عايزة تكسب الناس عايزة ما عندهاش اي مشكلة في اي حاجة خالص غير شيء واحد فقط وهو نحنا ازاي نكسب النادي الاهلي الدوري رقم 43 وحرفضل نقول الكلام ده كتير